ظل المشاكل اللي أحرضتك بتتكلم عليها هل هتقدر تواجه ما يحدث داخل الاتحاد الأفريقي خلال الفترة اللي جاية يعني البداية دكتور كرام كوردي قال جملة مهمة جدا إن المشاكل هتبدأ داخل الاتحاد الأفريقي الفساد ما كانش موجود لا ده ممكن هيبدأ خلال الفترة اللي جاية بص يا سلام أنا كنت موسوط وانت بتكلم مع كرام كوردي من غير أرقاب يعني لك أولوه طبعا أنا مؤيد تماما كلامك أنت وكرام كوردي لأنه فعلا هيحصل قوة مصر في الاتحاد الأفريقي انتهت وفي الاتحاد الدولي انتهت مع كل الاحترام والتقدير لكابتن هاني بريد طب مع هاني بريد موجود هقولك ليه معنا هقولك بس ليه مع أنت إيد لوحدة مش هتسقف هم خلاص النفوس بيقوى في المغرب فيه تعليمات من مسؤولين كبار في الدولة وأنا كنت واحد قاعد هناك والكلام ده كان قدامي أن كل الكفاءات المغربية تتشعب وتسيطر على الاتحادات الأفريقية والدولية كل في لعبته فاختاروا مثلا اللي في الطائرة في الطائرة مدام بشرة رئيس تحاد الأفريقي خدته من مين؟ من عمر علواني صاحب القوة على الفريق للطائرة أنا بتكلم عن الفولي هتيجي مثلا التحاد تاني زي الغسو والإنقاذ كان رئيسه مصري اتاخد منه بقى مغربي إيس على ده خمس اتحادات أفريقية افتقدناها في أسبوع في أسبوع؟ في أسبوع مين المسؤول؟ فين المسؤول اللي عندنا؟ يعني أنا أكلم مين؟ تيجي تكلم واحد يقولك آه حضرتك أصلي أنا عندي مستشار إعلامي طب يعني إيه حضرتك؟ عندي متحدث رسمي يعني أنا بقى واجب عليك كصحفي عشان أجيب معلومة أفضل أتزلل للمتحدث الرسمي يرد علي أو ميردش أو المستشار القانوني اللي إحنا إيه شغالين فيها مستشار الاتحاد أو النادي يعني مثلا مثلا تيجي تكلم حد في نادي يقولك أنا عندي متحدث رسمي متحدث طب فين هو؟ مسافر طب أنا عايزة أعرف أخباء أقولك لا لما ييجي سيادته هو إيه جماعة الدنيا بقت مستشار أمني مستشار قانوني مستشار إعلامي مستشار رياضي إيه؟ متحدث رسمي إيه إيه؟ ما فيش الكلام ده في المغرب هي تعليمات إحنا كوادر بتاعتنا هتتشعب وتسيطر على التحادات الأفريقية والدولية بشارط كمان حط خطوط تخدم بلدك ما تبقاش كرسي قاعد وده اللي بيحصل وده اللي عمله فوزي لغجع في التحادة الأفريقية طبعا بيسحب البساط من تحت رجليك واحدة واحدة المقر فين بتاعنا يا إسلام أنا آسف مش بوجه لك يعني مقر فين بتاعنا اللي تبنى ومصر عطت أرض فيه تسوي مليارات صح أو لا؟ في 6 أكتوبر هنا بتسحب هقولك لا هو موجود هو موجود على الورق هو موجود شكل لكن الاجتماعات هو دكتور كرم كوردي وهو عضو في لجنة الاستقناف حاليا في الاتحاد الأفريقي قال لك الاجتماعات كلها يا إما في المغرب يا إما ما بتمنش المغرب ستكون عاصمة الرياضة الأفريقية والدولية قريب تعليمات والأيام بيننا ما تبصليش أنت مستغرب سجل وأنا عارف أنا طالع مع مين وبتكلم في أنا وقناة وأنا مصري بس أنا حزين على بلدي لأن أنا لما مسلت بلدي في أي مجال سواء إعلامي أو رياضي أو لاعب كنت خير سفير لبلدي باحترم بلدي بحبها وعايز أطلع ما تحط كده مصر كيفية مواجهة الهيمنة أو محاولة إبعاد الكوادر المصرية دوليا يكون إزاي يكون إنه زي ما قلت لحضرتك إن الكادر المصري قبل موديه موديهوش إن ده كان فلاني الفلاني النجم أعلمه الأول يبقى هو الأول زي هاني بوريدا هاني بوريدا ما راحشي في يوم وليلة اتمرمت بالزبط بقى عارف دخل في لجنة المسابقات ودخل في لجنة شؤون اللاعبين ودخل في اللوايح صح أو لا؟ لما قوى وكان هما هناك ضعاف ففرد نفسه دلوقتي هما بدأوا يعملوا كده ومن زمان على فكرة ترجمة نانسي قنقر